مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم العبد الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الجديدة خلال اقامتي بالعاصمة البلجيكية بريكسل وعلى هامشي منتدى كرانس مونتانا أجرى معالي رئيس الوزراء بايمي باركي ألبير لقاءا مع كل من ممثل مكتب الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فريدريكا موغريني ونائبة الرئيس والمدير العام للمركز الأوروبي للبحث والتسفيق خالد موسى الحجم على هامشي منتدى كرانس مونتانا الذي انطلقت عمله الخميس السادس والعشرين من اكتوبر الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل استقبل ممثل مكتب الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فريدريكا موغريني رئيس الوزراء بايمي باركي ألبير وخلال المقابلة تناول الطرفان علاقة التعاون والشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة واستعرضا سبول تطويرها وتوسيع آفاق ونطاق التعاون المشترك وانتهز الرئيس الوزراء بايمي باركي ألبير الفرصة وشكر الاتحاد الأوروبي على المشاركة في مؤتمر حجل الموارد في باريس وعلى الوعود التي قدمها بشأن دعم خطة التنمية الوطنية ممثل مكتب فريدريكا موغريني أشهد بالتعاون المثمر بين الجانبين وأجدد تأكيد التزام لاتحاد الأوروبي بوعوده لدعم جاد وكذا السعي إلى تقديم الرد الإيجابي لمطالب جاد خاصة المطالب ذات الأولوية اللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية وأمين الدولة في التخطيط التنموي وأمين عام رئاسة الوزراء بالإضافة إلى سفيرة جاد لدى المملكة البلجكية وفي مقر إقامته بالفندق استقبل رئيس الوزراء فاهمي باداكا ألبير نائبة الرئيس والمدير العام للمركز الأوروبي لبحث التسويق إيديت ميلر الزراعة وسبل تطويرها وتنميتها كانت محور هذه المقابلة وتربط الحكومة الشدية بالمركز علاقات تعون تمتد لعشر سنوات كما يسعى المركز إلى توسيع نشاطه فيما يتعلق بالأعمال الزراعية لذلك قالت إيديت ميلر إن لقاءها مع رئيس الوزراء تمحورا حول تعزيز الشراكة الزراعية لذلك يسعى المركز إلى إقامة منتدى في تشاد حول الأعمال الزراعية وصناعة القائمة على زراعه المؤتمر المزمع عقده في تشاد سيشارك فيه العديد من الشخصيات وسيبحث الموضوعات التي تتعلق بزراعة في تشاد وأدول السماك والقارة الأفريقية بشكل عام مثلا اليوم وزير البنية التحتية أدم يونسمي رئيس الوزراء في افتتاع عمل الملتقى الثامن عشر لوزراء الدفاع والأمن لدول المجموعة الاقتصادية والنقطية لدول أفريقيا المركزية المناسبة جرت بفندق هيلتون هنا في أنجمينة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الأمن محمد عثمان بشير الوزراء أدم يونسمي انطلق فعاليات أعمال الملتقى الإقليمي الثامن عشر لوزراء أمن دول اللجنة الاقتصادية والنقدية بأفريقيا المركزية المعروف بالسماك ودولة سوتومي يأتي هذا الملتقى بعيد اختتام الملتقى الثامن عشر للجنة قادة الشرطة بأفريقيا المركزية حيث يهدف هذا الملتقى إلى دراسة كافة المسائل الأمنية خاصة موضوع مكافهة الإرهاب والجرائم الكبرى مثل الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات ممثلة شرطة الانتربول الدولية رورايما أندريان أنا أكدت وقوف الشرطة الدولية بجانب الشرطة المكلفة بأمن المنطقة من أجل مساندتها ودعمها في كافة القضايا المتعلقة بالأمن في شبه الإقليم ممثل رئيس الوزراء أدم يونسمي أكد في افتتاه هذا الملتقى بأن حكومات الدول الأعضاء في المنطقة تعحدت على أن تعمل في حل كافة القضايا والإشكاليات الأمنية من أجل تأمين عمليات التنقل الحر للأمتعى والأفراد بين دول أفريقيا المركزية وأردف السيد يونسمي بأن قادة دول المنطقة تعحدوا أيضا على إيجاد آلية مشتركة مع المنظمات الدولية لدعم أفراد الأمن وملاحقة مرتكبي كافة أشكال الجريمة خاصة تلك التي تتعلق بالإرهاب وتجارة البشر إن هذا الملتقى الخاص بوزراء أمن دول السيماج ودولة ساوتوميه سيخرج المشاركون منه بنتائج وتوصيات يمكن من خلالها تنفيذ مختلف الأجندات الخاصة بالأمن والسلام في المنطقة اختتمت مساء أمس عمال دورة رفع قدرات وكفاءة ضباط الشرطة بإدول أفريقيا المركزية حول الأمن ومكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود المناسبة الختامية ترأس وزير الأمن العام والهجر أحمد محمد بشر آدم حنفي فضل ومزيد من التفاصيل للبحث عن المزيد من إنماء قدرات الشرطة الأمنية لدول إفريقيا المركزية بعد أن يلسوا هؤلاء المشاركون في الدورة الثامنة عشر لللجلة الأمنية لتلك الدول والتي تعرف بسيسي باك قد أنهد الدورة نهاية أعمالها التي من شأنها مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والتي تسعى إلى تشتيت وتخريب البلدان المشاركون في هذه الدورة أثناء مداخلاتهم حيث طلبوا من الجهات المسؤولة أن تقوم بتوفير مما هو يمكن الاستعانة به من أجل تسديد ما هو عائق ومخل في مجال الأمن وزارة الأمن العام والهجرة وعلى لسان وزيرها أحمد محمد بشر أبان في قوله إن التطرف والإرهاب وغيرهما من الظواهر المسيئة للتنمية ومعيقة لسلامة المجتمع يجب أن تواجه بمرصاد مضاد لها ضمن تنصيق شامل في الدول إفريقيا المركزية وذلك يتطلب المزيد من الجهود في عدة مجالات أمنية ولوجستية بالإضافة إلى توفير آلات حديثة يواجهون بها عناصر الإرهاب الإلكترونية الذين يستعملون الإنترنت ويذكر إلى أن مثل هذه الدورات مما لا شك أنها تعزز من قدرات العاملين في مجال الأمن في الدول إفريقيا المركزية عقد كل من نائب قائد القوات المشتركة لمكافحة جماعة بوك هرام الجنرال موسى محمد جوي والقائد الأمريكي الجنرال حيكس خبير الأعمالات العسكرية بالساحل عقد القائدان اجتماعا أمنيا مطولا بمقر القوات المشتركة بأنجمينة للتفاكري حول الأوضاع الأمنية بالمنطقة أحمد أسين عبد الرحمن في إطار تعزز الأمن بمنطقة حوض بحير الشاد ودول الساحل الأفريقية ومحاربة الجماعات الإرهابية كبوك حرام وغيرها فقد عقد هذا اللقاء المشترك بين نائب القوات المشتركة لمكافحة بوك حرام الجنرال محمد موسى جوي والقائد الأمريكي الخبير في العمليات العسكرية بالساحل الجنرال هايكس وقد تركز اللقاء على عدة قضايا أمنية من بينها كيفية التصدي لظاهرة الإرهاب وخاصة جماعة بوك حرام والتنسيق الأمني بين القوات المشتركة والخبراء الأمريكيين من أجل رصد تحركات هذه الجماعات وشل حركتها وعقب الخروج من الاجتماع المغلق فقد صرح الجنرال الأمريكي هايكس بقوله إننا نعمل بجانب القوات المشتركة في منطقة حوض بحير الشاد ودول الساحل الأفريقية ونتبادل المعلومات الأمنية وبهذا فإن التعاون الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية والقوات المشتركة لمكافحة جماعة بوك حرام سيظل تعاونا استراتيجيا يخدم مصالح الجانبين كما عقد القائد العام للقوات الأمريكية الخاصة بإفريقيا لقاءا مع القائد العام للقوات المسلحة الشادية الجنرال إبراهيم سعيد محمد وتبحث معه سبل تقية العلاقات بين القيادتين الشادية والأمريكية خاصة في مجال تبادل المعلومات والبحث عن كيفية جديدة لمحاربة الإرهاب بشتى أنواعي في أرجاء المعمورة أثناء اللقاء أشهد الجنرال هيكس بمجمل الجهود التي بذلتها ولا تزال تبزيلها الشاد في مجال مكافحة الإرهاب عامة وجماعة بوك حرام على وجه الخصوص